انا اعرف ان انت في بروفة مسرحية مرة تأخرت مرة اسمه قراجوز العصر عملولك مشكلة في الاسم لا دي كانت مؤامرة كانت مؤامرة عشان يعملولي محضر وامشي لان كان عقدي موجود يعني معلوماتنا صح ايوه بس كان واجد الشناوي فعاوزين عاملين لي بقى سامير عامل لي كنت انا بقى العالم كله ماسك فيه وده عاوزين فاحتكروني عاملولك عقدي احتكار احتكار سبعين الف جليه ولا مش عارف ستين الف جليه في الشهر فقعد تاخد منه في الاحتكار دي سنتين وما فيش شغل شدو شعره عشان كذا عملي شغلانة اه انك تاخد خمس دقائق ما واجد سامعني دلوقتي ماني لسه إلاله اه عبيبي شغلانة عملي ده ولغه الحق اه انا عليها الحق عشان كل ده عشان بروفه مش بروف ده كانوا حي لو مش بروفه يبقى ثلث قطة اي حاجة يعني المهم الاحتكار ده ينتهي واحد اسمه محمد حافظ الله يمسي بالخير ده راجل كبير يعني اللي هو مدير السامير خفهاجة ايه ايه ده احتكار وما اشتغلش غد دلوقتي خلص بيجي عندي كل شغل ايه اه ارجو ان واجدي يكن سامعني اه اعملولي قلتلو قلتلو يا واجدي مش اش ضحك اه اعملولي المشكلة لا بس هل فعلا دلوقتي يعني فيه ظاهرة ان هما ما بيحترموش الموعيد مفيش احترام بطلت مفيش احترام لحاجة اه يعني ممكن ساعتك تروح للستوديو اه تعود لوحدك ساعتين زي انبارح انا اه 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 انا هادئ اه اقولي لي ليه ليه عرفت اللعبة عرفت الحية عرفت ايه بقى الحية عرفت ان اعصابك اه لابد ان تحافظ عليها عشان صحتك عشان صحتك اه تنفعل الدم حيطلع في النفوخ زمان بقى ما كنتش كده لا زمان ما كانش فيه يا استاذة ما كانش بدك فرصة انك تزعل اه ما كانش فيه ناس كلها موجودة اه اه الادب والاحترام تصوري اه يعني انا اه اه زعلت مرة من ليلة فاوسي اه استاذة كبيرة ليلة فاوسي اه الجميلة اه اه انا دخلت استاذو الهرم اه وبعمل فيلم اه معها اه وهي قاعدة في اخر الكريودور اللي انا قاعد فيه اه و انا قاعد على الباب على كورسي اه 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 صعيد زين فاقدو لي مادام ليلة ليلة فاوسي اه ولقالت ابتسمت كده ابتسمت لي بس مستئدة اه فهي عملت عاملة مرة ايه بقى تضحك اه انا قاعد انا واقف قاعد على كرسي في اول باب للستوديو بتاع الاهرام وبعدين هي قاعدة هناك في الكريدور فبعتت لي الشغالة صامرة كده معاها بعتت لي جات شايف البيت وهي جاية 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 رأيت ما عندي وقالت لي الأستاذة بتلستي سمحك في الكرسي اللي انت قاعد عليه عشان مفيش كلاسي أنا قلت حتحط رجلها عليه بتاع خدت من الكرسي أمت باحترام شديد ليلة فوزي طبعا تاريخ راح الكرسي قالت بالضغط يعني قالت للشغالة للشغالة اللي هي كاترت الكرسي دا اليوم دا زعلت من نفسي دا اليوم دا زعلت من نفسي دا زعلت وشتمت دا اليوم الوحيد اللي انت زعلت فيه زعلت فيه يعني بس مع جبيلة الجميلات آه هي جبيلة الجميلات فعلا طبعا انت قلتلي يعني بقولك استفدت ايه قلتلي علمونا قلتلك علموك ايه قلتلي علمونا الأدب للأدب والاحترام والاحترام اه